بريطانيا اتخذت قرارها وتنوي المضية قدما في ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا دعونا نتعرف أكثر على تفاصيل هذه الخطة البريطانية المثيرة للجدل القصة تعود لسنة 2022 حين أعلنت الحكومة البريطانية عن شراكة جديدة للهجرة والتنمية الاقتصادية مع حكومة رواندا والتي أعيد تسميتها لاحقا باسم شراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا ووقعت الحكومتان بعدها في الخامس من ديسمبر الماضي على معاهدة شراكة اللجوء ونشرت الحكومة البريطانية مشروع القانون في اليوم التالي وبموجب هذا القانون يتم نقل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا قبل النظر في طلبات لجوئهم ويكون من مسؤولية نظام اللجوء الوطني الرواندي النظر في حاجتهم للحماية الدولية على أن يبقى الأشخاص المنقولون إلى رواندا في البلد الإفريقي حتى لو منحوا وضع اللاجئ أو الوضع الإنساني هذا ولا يسمح لهم بالعودة طبعا لبريطانيا وتعتقد المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ترتيب بريطانيا ورواندا يحمل مخاطر كبيرة على سلامة اللاجئين وبدورها تعتبر المحكمة العليا في بريطانيا أن المخطط غير قانوني ويجعل اللاجئين عرضة لخطر العودة إلى بلدانهم الأصلية حيث قد يتعرضون للأذى وكان من المفترض أن تغادر أول طائرة تحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في يونيو سنة 2022 لكن تم إلغاء الرحلة بسبب تحديات قانونية وكذلك بسبب حجم الانتقادات لكن الآن مع موافقة البرلمان البريطاني على القانون المثير للجدل من المتوقع أن تقلع الطائرات التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو المقبل